ايه اكتر حاجة انت مسؤولة عنها دلوقتي؟ دراستي وان انا اخلي قلت فخورة بيا مسؤولة عن شغلي مسؤولة عن بعد تخرجي طبعا الحياة العملية اللي انا عايزة امشي فيها دراستي وطبعا ان انا اخلص جامعة اولا ثم ان انا اخلش جيش وبعد كده فاكر في ان انا اشتغل بشهادة اللي انا اتخرج بها انا مسؤولة في شغلي عن تيم مكون من 200 فرد الجامعة والكلية والدراسة بتاعتي ازاي بتتحمل المسؤولة دي حتى لو كانت مدعبة؟ دايما بحاول ان انا ابقى رفريشد ان انا دايما عايز اوصل للأحسن ان انا اللي انا بعمله ده هيوصلني لحاجة كويسة بعد كده بحاول اقسم وقتي يعني اخد بريك شوية وبعد كده اكمل بحيث اللي هو يعني ما اتغطش نفسي كله ورا بعده يعني لان انا عارف مسؤولتي وعارف ان ده دوري وعارف ان محدش يعمله غيري يعني ده دوري ده ما فيش حد هيكفر مكاني فانا لازم هستحمله لازم حتى لو انا مشغولة في حاجة حتى لو انا ورايا حاجة لازم ده هيخلص لازم اتحملها مش ايش هي لازم اتحملها لانها مجبرة عليها ايه اكتر مشكلة ممكن يسببها الشخص اللي ما بيتحملش المسؤولية؟ بيسبب مشاكل لكل الناس اللي حواليه اللي هي لان تحملك المسؤولية هو دور اساسي جيك انت فبالتاني ما تبقى شخص مش بتحمل المسؤولية هتبقى يعني بمعنى صح عالة على المجتمع بتاعك هيبوز حياته او حاجته بلاس ان هو يقصر اللي حواليه مش هيوصل للهدف بتاعه وللتموح بتاعه واكيد هيديسابوين بقى الناس الحواليه يعني مثلا اهله او صحابه او كده يعني هيكون شخص فاشل مالوش اي اهدف في الحياة ايه القضايا اللي شايفها مسؤولية مشتركة بين الدولة والفرد؟ الحفاظ على أمك العامة بالاحتمال بالبيئة تحمل المسؤولية في الحاجة اللي هو بيعملها يعني يعني ايا كان بقى حتى لو شغله قطاع خاص قطاع حكومي كل حاجة لما بنسهلها البعض يعني الحوار بيبقى اسهل بعد كده في كل حاجة بقى يعني من الاول الكبير لحد الصغير الحاجة اللي بيقدمها الفرد للدولة وهو بيتبع سياستها ازاي او بيتبع القوانين والرولز ازاي مثلا مش لازم كل يوم عربية ممكن ياخد بس او عشان هو نقلل بقى الاستهلاك وكده التربية الناس كثير دولتي بقت ان هي رمية يا عيب التربية كله ان هي الندارس بتعلم والكلام ده كله بس الدور الأكبر بيبقى على البيت تحب تشكر مين على تحمل المسؤولية معاك وقدملك المساعدة؟ اهلي طبعا رقم واحد ان هما دايما معايا وفي ظهري وبيساعدوني ان انا اوصل لأحسن حاجة اقدر اوصل لها وصحابي صاحبتي القريبة مني احنا دايما بنتكلم في كل حاجة مع بعض وهي طريبا يعني اكتر مصدر في حياتي بيخليني بحس بامان كده بحس بقول لها و بحكيني على كل حاجة فبديها بالنسبالي اصلا مساعدة كافية يعني ده بالنسبالي حاجات كبيرة جدا والدي ان هو اكبر اكبر حاجة موضة في دنيتي حاليا يعني هو اكبر سند ليه مسؤول الشغل اللي انا مسكيه وان هو وصق فيه وقدملي التعام الناس اللي بتطور وبتبقى مهتما ان هي تهتم بيك نفسيا وتتعامل معاك تسندك فعلا دول اللي فعلا اهم ناس في البلد ان هما تقوم عليهم البلد فعلا يعني